طبعاً أنا عايزة أقول كلمتين كده في الآخر لأن أنا بجمع كل المشاكل وكل الحاجات اللي أنا بعيشها طول الإسبوع عشان أديكم الخبرة دي النهاردة لو بنتكلم على الطاقة الإيجابية، لو بنتكلم على الطاقة السلبية أنا عايزة أقول حاجتين للبنات اللي بعتين لي مشاكلهم أول حاجة، تلت تربع البنات اللي بتكلمني وتبعتلي خايفة سنها يكبر وما تتجوز فأنتي ولا في الدماغ إنتي هتعيش حياتك هتشتغلي، هتحبي نفسك، هتحبي شكلك تعيشي، تعيشي، الحياة، الحياة بتجري، السنين بتجري ففجأة تلاقي راسك في العشرينات دخلتي في التلاتينات ليه؟ إنتي قاعدة أنا خايفة سني يكبر، هاي يكبر بس لو إنتي بقى شايلة مضوع من دماغك خالص هتتجوزي، هتعيش حياتك فرقم واحد، الخوف إن أنا أتجوز متأخر فنكس، مفيش إحنا هنتجوز في الوقت اللي ربنا يقوله، خلاص إحنا مش مستنين إحنا عايشين حياتنا كده كده ويجي أو ما يجيش إحنا تمام تاني حاجة، الخوف من الفشل تمهال أنا عملت اللي علي واكتهدت وقمت وجريت وشئت وبعد كده قلت أصلا أنا خايفة فشل إنتوا عارفيني الناجح عمره ما بيبص للفشل هو عايز ينجح أكتر وهو أوصل أكتر وبدل ما بقى موزيعة بقى رئيس القناة وبقى وزيرة إعلام وهو بقى كذا يعني دايما أنا بصل للأعلى الأعلى لكن أنا ما بقولش النفسي أنا ممكن نفشل لا أنا ما بفكرش في كلام ده خالص ليه؟ لأن أنا بشتغل لكن دايما اللي بفكر في الفشل هو بيقعد في نطاق الفشل في الزون بتاعة الفشل تالت حاجة الشباب بقى الرجالة لأنه برضو يعني ليهم مشاكلهم والله وفي نفس الوقت زي ما البنت خايفة تتجوز متأخر هو كمان عايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يعمل بيت لكن ما تحط الشروط جينفر لوبيز ذات نفسها مش موجودة فيها الشروط اللي انت حاطتها فيجي يبقى عتلس أنا خطبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة ايه الشروط اللي انت حاطتها ايه طموحاتك في بنت شريكة الحياة اللي انت عايز تشاركها حياتك فبالراحة نفسها انت مش تاخد كل حاجة يعني المال والجمال والسلطة واللي واللي انا بشوف شروط عجيبة انا بتشل ببص كده في المشكلة متعايز مين يا بابا تتجوز فحط اهداف تلي مع حياتك واخر نصيحة دايما دايما بتجيب لنا مشاكل وتلت تربع الانفصال والطلاق والطاقة السلبية والاحباط بييجي لما ارتبط بحد مش شبهي مش شبهي لحالته الاجتماعية ولا الثقافية ولا التربيته تربيتي فواحد جاي من محافظة وانا من محافظة هو متعلم يأكل على الطابلية انا متعلم هأكل على الصفرة فكل الكلام ده دع على راسي ودع على راسي بس مش شبهي يعني هتليبي يقولي الكلام انتي مش هيعجبك هيعيش حياة لايف ستايل كلها مش مش بنتاعتي فتبتدي هو انا ما يعجبنيش انا ما يعجبنيش هب مفيش علاقة بازت فانا يا جماعة الرفق بقلوبنا يعني انا عشان اطططب على قلبي واش حياها ديه لازم اختار شريك حياة شبهي شبهي نبقى احنا الاتنين زي بعض اجتماعيا برضو شبه بعض الفروق بسيطة جدا لكن شبه بعض ما ينفعش انا ابقى فين وهو فين واجه اقول بيحقد علي بنفسا علي ده بيغير مني ده عشان انا معايا فلوس هو لأ ده عشان انا بنت فلان وهو لأ ده عشان مامت طب ما انا اللي جايبة المشاكل لنفسي فيا بنات ويا شباب اختاروا صح عشان ما تدخلوش طريق حياة كله احباط وطاقة سلبية ومعاناة والقلب لما بيتوجع صعب قوي عشان نعرف نرجعه تاني لحالة الطبعية ونبضات قلبه الجميلة الطبعية طبعي